السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد وقضية جديدة كيف دائرين بخير كانت منها تكونوا مزيانين قبل ما أبدأ هذا الفيديو نشكركم على الحب وعلى دعم خصوصا الفيديو الأخير دعمتوني وكتبتوني تعليقات مشجعة بغيت نقول لكم أن هذا الفيديو سيكون مختلف بزاف لأن القيصة دياله دارت فيلم دار دجة مؤخرا ستكون شتوه دابا باش ندير لكم هذا الفيديو مشيت شفت الفيلم هو الأول وهذا تقلبت على الشرط والتائقي اللي كان بجوش نفس المنصة اللي بتوجده معايا والأهم غتتركزوا معايا لأن الفيديو عمر بالمصطلحات طبية وما تخافوش كل شيء هنفهموا لكم بغيت غير نتطرق الملاحظة قبل ما نبدأ كنديل لكم قصص معقدة حيث هاش عافة عندي جمهور نيفو أصلا القضايا العادية لاحظت أنها ما تتعجبكمش بزاف عزيزة لكم تخدموا السيربو يك ويلا بلا ما نطول عليكم مشينا موسيقى القضية اليوم بدأت في مارس 2003 مع واحد شخصية اسمتها أمي اللي كانت خدامة ممرضة في مركز تيجرولي بالضبط في وحدة العناية المركزة أمي أم عزباء عند جبنيات كتتقاتل مع الزمان على قبلهم كانت عايجة في بلدة يقولوا لها سوميرفيل في نيوجيرسي روتينها اليومي كان ما بين الدار وخدمتها كتفاق كتوجد دراسها بناتها كتحطم بالطنوبي القدم من دراسها وكتشد هي الطريق لخدمتها حياة هادئة وعادية بلدة سوميرفيل كانت صغيرة وزوينة ناس عايشين هاني أمي واحد البنت اللي عزيز عليها خدمتها بزاف مفاهمة مع الزملاء ديالها اللي كانوا كيبغيوا يخدموا معاها كانت يعجبها تخدم ممرضة خصوصاً اني كتجربتك الإحساس أنها كتحمي هدوك الناس المراد اللي كانوا محتاجين للعناية كانت كتدير اللي في جهدها باش تأكد أنهم بيخير وما نقصهم حتى حاجة هي كتعود وتتقول أنا عارفة خدمتي صعيبة فيها مسؤولية كبيرة حيتاش كانواجه الموت في كل لحظة خاصنا نكونوا عارفين مع من كنس عابلو وحدة العناية المركزة ماشي بلاصة سهلة في هاد القصة غيكونوا الشخصيات مهمين غادي نبدو بجوش شخصيات امي والفرملي اللي كان خدام معها اسميتو تشارلي هاد جوج كيخدموا مع بعضياتهم في وحدة العناية المركزة ومعهم فرملي أخرى كانوا مفاهمين دايرين خدمتهم وفي نفس الوقت تيفوجوا على بعضياتهم باش مائية وشمال المجهود اللي كيديرو كانوا كيمتلوا أحسن فارق لدرجة أنهم سموهم الفورسان الثالات دا بغا نجيل واحد سيد اسميتو فلوريان قص خدام في كنيسة تاصل بختم عاجوش الليلتي يقول لها ما قدرتش النحس راي عندي مشكلة في التنفس ما تنقدرش نتنفس مزيان قال لي دا بنا غادي السبيطار هي قاتلي أخويا ما يكون عندك بس أنا تابعك السبيطار نطلقك تم وصل هو أخته شافوا الطبيب قال لخته غا نخشي وليه تيوف القصبة الهوائية باش يوليه تنفس مزيان يعني التنفس الاستيناعي حالة فلوريان كانت صعيبة اذا كشي علاش تخلي عناية المركزة اخته بقات قيل صح دراسه طم منها الطبيب وقال لي الحمد لله بعد رادازة الليلة اللولة بسلام قيمت فائلة راه الحالة دياله حاليا مستقرة جيت واحد للحظة قالت لخوانا غا نمشي كانت ناوية ترجع لدارها وفي الصباح تجي خوها وخا كان ناعس دار واحد الحركة بيديه حسات بحالة سمعها الحمد لله مع الايام حالة فلوريان تحسنات ونقله من العناية المركزة لوحدة العناية المركزة ديالسحاب القلب امي صد مات من السمعات من بعد ان فلوريان توقف القلب دياله ومات هي كانت عارفة سيد حالته كانت تحسن كيفاش مات دبا اركزوا معيها مزيان لان القضية غا تبقى غدا وتصعاب غا نبدأ نستعمل مفردات طبية ولكن كل شي غا نشرحه غير تبقى معايا طبعا لانه ماشي طبيبة ولكن كل شي مخوض من المصدر بحداثيره مركز مكافحة السموم اللي كان في نيوجيرسي غا جيو امتصال من الممرضة خدامة في سبيطار سومرسد غا دي تواصل معها طبيب من نفس المركز وغا دي يعرف منها ان في المستشفى ديالهم بدو كيحقوا في حالة السموم ديالواحد المرد وانها تصلت بيهم كتسولة لمادة دي جوكسن هاد المادة كيعلجوا بها قصور القلب خدمتها انها كتقون قباض القلب كتخلي قوي ولكن الى زادت بزاف في الدم كيبدأ القلب يضرب بشوية بشوية حتى كيسكوت بمرة هنا في البلد متيموت باب الفرملية شرحت الطبيب في تليفون ان المريض مخداش شرعة دي جوكسن يومين تقريبا ولكن وخاكك نسبة دي جوكسن في الدم غدا وكتطلع طبيب جاهد شي غريب زادت قالت لي ان هاد المريض بميت نهار 16 وانا نهار 28 من نفس الشهر وقعت حالة تسمم خراب مادة دي جوكسن في نفس وحدة العناية اول حاجة فكر في الطبيب هو ممكن يوقع خطأ في المختبر عندهم ولكن قبل ما يتأكد سووا لها واش لاحظت يشي حاجة غريبة خراب واش عندكم مرضى عندهم نقص سكار في الدم قلت لي ايا عندك كان وجوج الحالات قبل ما يوقعت شي كامل نقص عندهم السكار في الدم بواحد الشكل اللي هو غريب انا قال لها وانوطوا جمعوا راسكم هاد شي اللي واقع عندكم ولا خصوا البوليس دازت يومين على هاد المكالمة طبيب بغي يعرف الجديد تاصل بسبيطار سومرست وسولهم فين وصلتوا في حالة تسمم انا جاوبوا موظف وقال لي ان ادارة المستشفى اخذت زمان التحقيق عيطوا على المحامي ومنعونا احنا الموظفين من اننا نهضروا على هاد القضية مع اي سلطة خارجية سولوا الطبيب ده بنت باقي ما عارفش واش علموا البوليس ولا اللو قال لي لا ما عرفتش ولكن كنظن اني قتليك كتر من ذاك الشي اللي كان خاصنا نقول لك الله يعونك تضي الخط من هادك الساعة ولا الهدوء الطبيب ما بقى اسمعوا له على هاد الموضوع من بعد تلت شهور بالضبط نهار الجمعة ثلاثة اكتوبر البوليس جاوا امتصال من رئيس نيابة المقاطعة قال يوم خاتكم تحققوا في واحد وافات وقعت في سبيطار سومرست اياك بعد غير هاد تسمي هاد السومرست غا تقوا تسمعوه الفيديو كامل المحقق اللي غايتكلف هادك الساعة باقي صغير وباقي جديد يلا خدم سميته الداني بولدوين جاتهم اوامر باش يمشي هو وف صاحبوه الشيماع دايره ادارة سبيطار من اندخل المحقق لهادك الشيماع حسب راسوب حالا ما محموش حتش كانوا حاضرين في غير البرج وازيين كيف مك تسمعو لوبي العقار لوبي البورصة لوبي التجارة حتى المجال الطبي في لوبيات وناس كيستطمروا في الصحة المحقق حاضر الجماع وسط ناس خايفين على المصالح ديالهم مخاشوا مع تسبيطار تقاس المحقق مع الدخلة بل يتستفدي لصحاب القرافاتات ومعهم فارق قانوني قداش يعني موجدين روزهم وفي نفس الوقت فاتحين التحقيق ديل وفيات كتيرة وغريبة كتوقع في تسبيطار عندهم هادك شي تزاد بزاف تتفرش بالزز منهم واحد المدير اللي كان سميتها ماري لوند هي اللي غتولي سلة الواصل ما بين سبيطار وما بين المحقق داني والبوليس سبيطار في التحقيق الداخلي اللي دير عارفوا أنه عندهم حالات وفايات والتحاليل ديالهم ما مفهوماش كانت باشي طبيعية جوجت الحالات كان ناقص عندهم السكر في الدم بزاف ماتوا وجوجت الحالات أخرى ماتوا بسبب مادة دي جاكسن اللي كانت طالعة في الدم حتى سكتت لهم القلب كيف موقع مع القاس فلوريان هنا المحقق طلب باشي شوف التحاليل ديالناس اللي معتوا واللي اعتمد عليها سبيطار في التحقيق وفعلا المديرة ديال سبيطار ماري صيف تطليل وراق كان كيسحاب لي غادي شد ملف عمر بالمعلومات باشي بدأ التحقيق ستقوم صيف طليل ورقة كاتبها محامي كيقول فيها أنهما كان في سبيطار حتى حاجة مشبوهة وأن الأمور عادية ويلي وش هادو داربي الماريخوانا يكا عالبارح كان عندهم تستيفادي الباشر ميت مسموم وده بقال لك ما عد نوالو وهنا فين داني بدأ كيف هماش بغي نحميو كيف يفكروا في روصهم وفي مصالحهم وإلا كانت شي حاجة مايياش في سبيطار غايحلوا أغير بناتهم معلومة الوحيدة اللي قدر ياخد داني من هدوك الوراق هي اسمية تشارلي زع ما المديرة كتبت أنها حقات مع واحد ممرض اسمته تشارلز كولن اللي هو ممرض محتري في سبيطار ومعاه وصلوا لحقيقة أنه ما كان حتى نشاط مشبوه في سبيطار داني خطي اسمية تشارلز وده كيقلب عليها في السيستم كيلقى أنه عنده صوابق واحدة كان فيها سيقوه شارب وواحدة أخرى فيها تعدي على ممتلكات الغير وهذا الشي وقع في التمانينات تواصل المحقق مع البوليس ديال بلاسة تيقول لها بالمر هم اللي عندهم ليستوريك ديالو ويقدروا يعطوهم معلومات زيدة فهد الاتصال جابوا بوليسي وقال لي أنا غامشي للأرشيف نقلب لك الضوصي ديالو داني كيتسنى وكيسمع الصوت ديال كتير وراتهم ملفات كيتقلبه وأخيرا غيش بالضوصي ديالو اللي كانت لاصقة عليه وريقة صغيرة فيها ملاحظة مكتوب فيها أن البوليس ديالولاية بنسلفانيا قبل شعوره قليل طلبوا نفس المعلومات اللي كيتلوفيها دابا داني يعني بوليس بنسلفانيا حتى هم تصلوا بهم باش يقلبوا الضوصي ديال تشارلي اللي في الأرشيف داني يخذ نمرك البوليسي اللي يسول على تشارلي تصل بيه وسبله قال لي إيه فعلا كنت كندير تحقيق على تشارلز كولن لأنه كان يخزن كميات كبيرة ديالدوه في سبيطار تيقول لي سانت لوك وهنا داني يعرف أن لو لها ديالوريقة الصغيرة اللي كانت لاصقة على الملف ما كانش غي يعرف بزيف تلحويش وما كانش غيكتشفش نواقع بالضبط داني يعرف راسه كيتسابق مع الوقت لأن تشارلز بقي كيتعمل مع المرضى في سبيطار وبقي عنده الحرية يدير ما بغى خاصه في أقرب وقت يتبتع لي أنه هو وراء حالة تسمم اللي كتوقع في سبيطار أول حاجة دار بدك يحقق مع عائلته استجوبوهم ومنهم عرفوا أن تشارلي شخص دقي أب صالح ومزين لولاده كيهتم بعائلته الغريب أن عائلته وخمه عرفتش على الجاي المحقق للدار ولكن في نفس الوقت ما استغربوش جاتوا معادي نراجع لأمي اللي كان عنده مشكل في القلب وهي يقدمها في سبيطار غادي تحس أن الدقات قلبة زادوا على الطبيعي شافها تشارلي ما هيش ودخل للواحد البلاصة وقال لها ارتاحي هي شدتها النوبة خيبة وهو عاونها باش تجاوزها من بعد تسولها قال لا شمع عندك قلت لي الحقيقة وأنا عنده اعتلال في عضلات القلب مرض خطير كيقدر يقتل وطباب ديالها مكانش كيبشترى بالخير تشارلي قال لا داروري خاص لنديك الطوارئ قلت لي لا وتقول ما خصتها واحد يعرف بمرضي وأنا هدلي لا عندي الخدمة شكت علي وقلت لي ما بقيتش عافاش حال باقي اليام أبناتي ولكن في نفس الوقت وصاتوا باش ما يقول لحتى واحد لأنا اللي عارفوا غيجروا عليها وما غيبقاش عنده باش تغيش المرض دياله كان خصو الراحة ولكن إلى قلسات ما غيبقاش عنده الحق في التأمين الصحي يعني قل ليها تسنيني أنا جاي مشا وجاب لي هدوى عطاها ليا باش تقول لي مزيانا هدك الدوى غالي هي عافاها راح فرمليا زاما ولكن ما كانش عارفة منين جابو السبيطار الدوى محسو ذاك شي بسيستام أمي قالت أن هدك الليلة ما خليش تخدم شط بلاستها وكتب التق عارف بلاستها وحفظ ثرها ما قال حتى الواحد وما كانش هده المرة الأولى وللأخيرة اللي غير عاونة فيها دي مكان في جنبها هنرجعوا دابا للتحقيق معداني اللي وصل مدة تسعيان خليناها فاشدر مع المحاقق اللي في البنسلفانيا عرف منه أن تشارلي خدم في بزاف سبيطارات هنا فين بدأوا كيجمعوا لي ليستوريك دياله في خدمته وهنا عرفوا أنه خدم في تسعة سبيطارات دو كيسولوا الناس اللي كيعرفوا وقالوا لهم أنه كيسيء معاملة الحيوانات الأليفة ديال عائلته منهم الكلاب اللي مربي درجت في واحد المرة دار السم الواحد فيهم وهما كيقلبوا في الستوريك دياله قدروا يلقاوا واحد الحادثة وقعات في مايل 1991 في واحد السبيطار كان في نيوجيرسي النيت ما كانوش معلومات كتيرة ولكن قدروا يوصلوا لاش وقع مرة كبيرة دخلت للسبيطار باش تدير واحد العملية ودارتها كل شي بخير ولكن قبل ما تخرش في واحد نار كان ولدا معاها حتى جاء واحد الفيرملي قال لي بارك عليك سالة وقت الزيارة ناضو خلها معاها ناضو وضرقها بالستار من بعد ولدا كان واقف في الاستقبال تكمل إجراءات حتى كيستنعن موك تغوط مش اللعندا كيشوف الفيرملي خارج زربان ومنين دخلوا سولة مالكي قال لي هادك الفيرملي راه تكنيب برا منين ولدها قلب لقى فعلا كينا آتار برا في نفس النهار سيدة حالتها سأت رجع ولدا للدار هي يخد لها سباطة حتى كي يتصلوا بي وتيقول لي هرا همك ماتت الله يرحمة في نفس الليلة مشى ولدا وبلغ بأن أمو ماتت مقتولة هو على يقين أن هادك الفيرملي هو السباب وفعلا داروا لي هاد تحليل السموم للمواد كاملة ما داروش تحليل واحدة وهي دي المادة دي جاوكسن كانوا عندهم شكوك ولكن ما كانش عندهم أدلة كافية اللي كتقول أنها كينا جريمة من بعد غادي اكتشفوا أن تشارلز دخل راسه المصحة نفسية كان بين أنه عرف راسه مريد بغي يحبس ولكن ما قدرش دبه هادش يقولوا لي عدت لكم لقوله محققين وهما كيقلبوا في الستوريك ديالو وهما باقي يحاولوا يجمع لي أدلة باش يعتقلوه لأنه باقي حر وباقي يخدم في سبيطار سومرست ناس باقية في خطر معه داني مشى عند ماري مديرة ديال سبيطار سومرست اللي بقيتوا عاقلين إليه وقال لي الورق اللي اعطيتيني لله راهم ناقصين قالت لي راني اعطيتك كل شي حتى السبيطار الآخر اللي ماتت فيه المرة الكبيرة في 91 حتى هو ما اعطاه هواله تحاليل كتشرق باش ما تكونش حجة عليهم كيتسطروا على القادية ومن الكي يشكوا في الفرم اللي كيجريوا عليه بلا ما يعتعفوا أنه ارتكب جرائم عندهم وبها الطريقة خدم في هادوك السبيطارات كاملين كانوا خايفين على سمعتهم كتر من أرواح الناس المحققين وصلوا لمرحلة كان خاصهم لعوين شخص يكون يفهم في ما هو طبي ويقربهم باش يلقوا أدلة هنا في المحقق يتصل بمركز مكافحة السموم باش يسول على مادة ديجوكسن وتخيلوا معايا فين من طاح طاح في نفس الطبيب اللي هادرت معاه الفرملية واللي يتصل بالسبيطار اللي شك أنه وقعت فيه شي حاجة مايياش غير المحقق جبد مادة ديجوكسن جابوا الطبيب يك ما كتهدر على سبيطار سومرسات محقق سكت شوية ويسولوا علش كتهدر قال لي راه قرن هادي وإحنا كنقولوا لي همرا عندكم قتال في ذاك السبيطار هو يقول لي ازقا أنا جاي عندك ديابة وفعلا وصلوا عن طبيب شافهم وقال لي هم فين كنتو كان خاصكم تكونوا شهر هادي وراهم المكالمات اللي تسجلت مع الفرملية اللي تصلت بيه والمكالمات اللي تصل هو بالسبيطار كي يسول من تموهم ما كيتماطلوا ما بغين يعتوالوا راقدين على القادية كانوا خايفين من مقادات الناس وأنه تنتشر عليهم الخبار أنه عندهم قتال واللي دخل هاداك السبيطار راه ما غي يدواش غيمشي للقبر وبهكا غي يخسروا أطنان الفلوس اللي تقدر توصلهم للإفلاس الحاجة اللي كتخلع أن المحققين كتشفوا أن هاداك السبيطارات كاملة اللي داز منهم تشارلي عاقوا به وتسطروا على القادية باش ميدروا شروسهم تجروا عليه بسبب آخر تافه هو كنحن راسو كيزيد عند شعار فرسو أجدير كيمشي يخدم في السبيطار آخر وكتبقى السلسلة كالتعود دابا المحقق داني غيمشي برجلية عند شرطة في ولاية بنسلفانيا وبالضبط عند المحقق اللي كانت مكتوبه سبيطه في ملف تشارلي في الأرشيف إلي عقلته مشي باش يعرف هالجامعين عليه طبعا هو أسبق وقدر مع المحقق في تليفون ولكن ما عودش للتفاصيل عندما نوصل عند المحقق تمك بدك يوريه التقارير دي الواحد السبيطار سميته سانت لوك وأنك هنا واحد الفرملية شهدت أن تشارلي كانت يقتل المرضى نفس السيناريو كيت تعود ولكن هاد المرة راح قدر يصفيها لكتر من ربعين مريض رقم كبير ربعين واحد كانت عندهم فرص أنهم يقيشو في الضوصي عندهم كانت سميت الفرملية اللي عاقت به وهي اللي فرشته عند البوليس وهاد الجرائم اللي يدار في هات السبيطار بدو من ألفين وجوش يعني قبل ما يخدم في المستشفى السوميرسات وبجوش السبيطارات ستروع الوقائع والفرملية مسمع لاحد في الأخير من بعد محاولة كتيرة قدرت تقنع السبيطار يفتح التحقيق مع البوليس تحقيق مش تقيل بثاف في الأخير كانت تفاجأ أن السبيطار دار اجتماع وعايت على الفرملية كاملين باش يقول لهم أن التحقيق سهلة وتشارلي مرتاكب حتى غلط في حق المرضى هي تصدمات في اجتماعات هذه النتيجة وهنا بدأت تسمع الناس في خدمتها تقولوا اشتي الفرملية اللي شكمت بتشارلي راح كانت غا تخرج على السبيطار هلاش؟ حتش مستشفى سانت لوك هذيك الساعة كانوا كيوجدوا باش يبنوا ليهم واحد الفرح وتسلفوا الزباب بالفلوس باش يبدوا هاد المشروع دابا يلا تأكدت عليهم مخالفة بحل هادي غايخسروا أطنان دلفلوس يعني قادية في هالفلوس وصافي اذاك الشي علاش صرتوا الدوصي اللي قدروا يديروا يجروا عليه باش يمشي بدا جراء مخرين في بلاسة أخرى ولكن علاش؟ علاش ما تشدش تشارلي حتى الدافة؟ داني عرف أن تشارلي ما تشدش حتش تحقيقات دي ما كانوا كيحبسوا النقص الأدلة داني كان خايف للتحقيق ديالو حتى ويت تحبس ويثالي بنفس الطريقة ما خاطش تشارلي في لتمنية دي وهنا فين غايبضي يقلب على دليل قوي كين في آلة بيكسس الناس اللي تفرجوا في الفيلم را غايكونوا شافوا هاد الآلة هي واحد اللي عماشين كتحسب الدول الفراملية مثلا كيجي فراملي كيكتب اسمية ورقم توظيف ديالو كيزيد اسمية المريض واسمية الدول اللي بغا وهنا كيتحليه واحد لمجر وكيخرج لي الدول اللي يطلب مع الكمية اللي يدخل فهم؟ دب المديرة ماري فاش سولة المحقق في اللول عن النظام بيكسس قلت لي أن السيستام تبقى محافظ على البيانات غير ثلاثين يوم من بعد كيم حيكون شي داني خاصو يتأكد من هاد الآدرة واش صحيحة تصل بالمصنع دي لآلة بيكسس في كاليفورنيا وهنا فين صدموه فاش قالوا لي قاع البيانات كتبقى في السيستام اللي بغايته غا تلقعه وهذا هادر غا نفاهموا مننا أن سبيطار كذب على البوليس وهذا رح عمل إجرامي المحقق داني ما عطلهاش مشاعد المديرة اللي درتلي الصابونة في اللول حطة بوجهها تخيلوا معياش قلت لي حقا ما حقا إلا قلت ليك غادي تحجز على الآلة بيكسس اللي كان في سبيطار قال لي دي بغا تجيب ديليا الدواصة كاملين في الأخر حطت قواريها وعطاتوا المعلومات اللي بغا وهنا في غا يلقوا الدليل الأول اللي كتبت أن تشارلي كانت يخرج الضوايات من آلة بيكسس وهات الضوايات كانت من بينهم مادة دي جاكسن غا تقولوا لي ناديا قال فرامليا كيخدموا بي غا نقول لكم أنه الضوا خرجوا في الوقت اللي وقعت الأحداث واللي ماتوا فيها الضحايا ولكن هات الشي كامل غير البدية ما زال خاصهم يتقلوا لي الدواصي باقي ما وصلوش أنهم يتبتوا عليه شي حاجة ولكن ده على الأقل يقدروا يباعدوهم المرضى دولي ستوريك ديالو اللي كلها مشبوهة مع التقرار اللي جمعوا في السبيطار سومرتد وقدروا يقنعوهم باش يوقفوهم الخدمة تخيلوا أنهم جروا عليه ولكن ما تقولش كان خاصهم يجيبوا السيكيوريتي يخرجوا بيديهم من السبيطار آمي فشافتم خرجينوا بذلك طريقة صدمات ما فهمت والو علش غايجروا على ممرض ضريف ومهني بحالو تصلت بي وقاتلي أش واقع جاوبة وقال لها جروا علي حتى شكدبت في السيفي ديالي هي بغت توقف معا وتعونوا نفسيا وماديا البوليس بدك يستجوا بالفراملية اللي كانوا خايفين حتى هما يجروا عليهم ولكن السبيطار فرض على البوليس أن المديرة ماري لوند تكون حاضرة في الاستجواب المحققين معجبوه مش حال شكل اللي بغي يبغي يقول الحقيقة قدام البوص ديالو الفراملية كانوا خايفين وهي كاينة وكانوا حاضين مع روصهم يقولوا شي حاجة وتجرع عليهم وذك شي اللي وقع الاستجواب طلع بزير ونتيجة ولكن غادي تجي آخر واحدة غايدروا معها الاستجواب عرفتوا؟ امي ما دخلتاش لكم في القصة غير هكذا مادم بديت بها الفيديو راح عند دور ودور كبير امي كانت واقفة مع زميلها وكانت تقول المحقق والمديرة معهم هاتش اللي كتقول رات خارباق المديرة حست بالتقى ونضت بحالة قالت مع راسا هاديرها معانا كتدافع نينا منين تقاعدات المسيميمة المحقق استغل الفرصة ويعطى الايمي واحد الورقة تفعاليها قداما وهذيك الورقة كانت فيها الدول اللي كي سحبت شارلي من آلة بيكسس وهنا فين عرفته شواقع تعجبته تصدمت من ذاك شلي كتقرأ وهو مصحب في الحرفة فاهمين بلانات الدوا وهنا بدت كترجع الفيلم من الول وتفكرات الناس اللي ماتوا بنوبة قلبية شحامل مرة شارلي كيكون معاهم؟ خصوصا واحد سيدة ماتت بالقلب شافت بعينيها تشارلي سيدو قليها برقب المتموت سولت واش كتعطيها؟ جاوبها قل ليها اللي ذكوين تعجبت لاش غيرطيها هاددوا؟ ولكن كانت تواني بسيطة اللي سولت فيها راسا هاد السؤال من بعد دخلت البريدة في نوبة قلبية بدوليها الانعش القلبي ماتت المرة وامي معاقت بوالو ديكساح تجه هاد النار اللي قلتت فيه مع المحقق وهي كترجع في السينتا داني شافيها وقال لها اامي واشغا تعاونينا؟ اامي رجعت للدارة ديك الليلة وصلت تصلت بصحبتها وعودت لاكل شيء اللي تصدمت حتى هي من شارلي اللي كان بحال خوهم قدر يدير هادشي كامل دازة 48 يوم على التحقيق من بعد يومين ديال الهادرة داني مع اامي قرر يمشي عندها للدار خاصهم واحد يكون الداخل في السبيطار يعاونهم باش يلقاوها ديلا وصلوا عنده هو محقق خر دخلو قلسو شبدوا لي هادتقارير آلة بيكساس كان كيبالي يوم ادك شبح لشين وما فهموا ولو ادك شع لاش عطاول اامي البيانات باش تقول ليوم اللي كين فيه وهنا فين شافت بزافة الالغاءات نادياش كتعنيعو تاني بالالغاءات وركزوا معي مزيان دابا هو كيكتب الدوا في آلة بيكساس باش تخرجو وفي نفس الوقت تيلغي هادك الساعة ولكن وخاكك كيتفتح لمجر وتيخرج الدوا هادي تغرى في السيستام هو تيش الدوا ولكن في السيستام تيتقرع ان الدوا مخرش حيتاش لغاه وهاتشي فهماته اامي ولكن المصيبة ان هادك الدوايات اغلبتهم كانوا ادوية مميتة داك شع لاش كان كيلغيهم اامي وهي هادرة مع المحققين تصلت بها موديرة في تليفون الدار هي الصغر بيتاش بغتها دي ماري بدتك تسوله واش تلاقتي مع المحققين من غير الاستجواب للدار في السبيطار حسن ليك وما تهدريش معاهم إلا إلا كان حاضر من دوب من السبيطار اامي حسنت برا صباحة لك تتهدد وفي نفس الوقت داني والمحقق صاحبه بديك يقربوا باش يسمعوا المسيمي ما شك تقول دابا هوما ما وحلوش مع اللقات اللوحلة هي مع صحاب السبيطار اامي بدتك تفكر عندها بزاف ما تخسر تقدر تبشي لها ختمتها بنياتها باش غتعيشهم وعاد مريضة بالقلب ويقدر يمشي لها التأمين الصحي لجرى عليها ولكن إلا هو خحج من الخسائر قدر يكون كبير ما غيكونش كبر من حق الناس اللي ماتوا ويقدروا مازال يموتوا اامي خلت البوليس يسجلوا المكلمات دياله مع تشارلي كولين كان خاصة تحفظ على علاقتها مع صديقة بين قوسين باش تجبد منه الماكسيمون ديال المعلومات وفي نفس الوقت تبقى على الطلاع فين كين واش كيدير باش يبقى البوليس عافين وفين كين اللي يمشي يضربها بغابرة وما يبقى وش يطحوا علي اامي عرفت انه كيقلب على خدمة جديدة وانه مكتائب نفسيا كان كيبقى فيها الحال بحالك تحس انها كتخون صداقة دياله ولكن اللي كان كيصبره هو فكرة انه غيبقى يقتل الى ما درش هادشي بلعك تقدر يطور الاسليب دياله ويقولي خطير كتر داز على التحقق 52 يوم اامي تزمشي الكوميسارية وتتوري لداني والفريق اللي معاه شنا هم الطرقان اللي يتبعوا باش يلقوا عليه شي حاجة وخا ما كانش محقيقة ولكن كانت تتقل لغة ما كيعرف حتى واحد في فريق التحقيق وفعلا غتجي واحد اللحظة غتشوف داني وغتسوله فينا هما تقارير سيرنر داني غايشوف صاحبه غايقولي شنا هو واد سيرنر عو تاني غتجوبه اامي وغتقولي هو واحد السيستان كيحتفظ بسجلات المرضى اللي في سبيطار بلا بيه ما انقدروش انتبتو انه يعطحوا قل الحالات اللي ماتو ولكن شكون اللي غايجيبهم طبعا شكون من غيرها هي نيت مشات لخدمتها وانتهزت الفرصة وولت كالطبع في سجلات سيرنر قاع هادوك الايام في المطلقة الغفلة كالطبع رزمة ديالوراق باش تراجعوا مع المحقيقي من بعد ريسكت بزيف حيتاش لحصلات ره ما شغل غايجر ريوليها ولكن راه يقدروا يتابعوها قانونية من هادوك سجلات كاملين الى قادروه يتبتو عليه غير وافات وحدة راه غا تكون كافية باش تشد ولكن كان خاصهم جثة كان خاصهم جسم يحلوه ويخرجو منه مادة ديجوكسن وهنا هيا فين غاديلقوه جثة القسلوريان اللي بديت بي الفيديو وخمات شهورها هادي ولكن راه يقدروا يوصلوا الناتيجة الى تباوهات البست خطوء اخر حاجة كانت تتوقعها هيجي عنده محاقق الضر ويقول يارا خوك مات مقتول هي مسكينة عند باله مات موتطلة كانت لي هادشي بيمكن نشركهم غالطين قناعها وطلب منها الاذن باش يخرجوا الجثة في الاول كانت تفكر انها غتقول لهم يخليوا خوه عليهم في التقار ولكن تفكرت ان خوه كان قص وكانت يعاون الناس بزاف وحتى هو ميت بها الطريقة غرا يقدر يعاون الناس وذك شي اللي كان خرجوا الجثة ودوها المكتب الطبيب الجنائي التابع للولاية باش يشرحوا الجثة وفعلا غد يلقوا كمية كبيرة من المادة الديجوكتن في الجسم دياله وغي يبدله قانونيا الطريقة وسبب الوفاة من موت طبيعي الى جريمة قتل ولكن كان خاصهم ما زال يحاولوا القودة للمادي باش يقنعوا هيئة المحلفين بحل سرنجة مثلان ولا صيران فيه مادة اللي قتلاتوا يعني شي حاجة مادية قضية ما كانش سهلة ابدا تشارلي غيتصل بأمي وغيقول لي هلقيت خدمة جديدة هاديك الساعة غيتصل بالمحقق باش تبشروا بهذا الخبر السعيد قالوا صاحبونا را هلقى خدمة جديدة شغي ديروا دابا الحل الوحيد اللي بقى عندهم هو يطلبوا من أمي تقلس معاه ويا ديرا جهاز التصنط داباو الله خاصهم الاعتراف دياله محققين قلسوا في الطموبيلات وركبوا لأمي جهاز التصنط في حويجا وموجدين روسهم هي مانقوش ليكم كانت مخلوعة بزاف تلقعت تشارلي في المطعم ولأول مرة غيستلم عليها وغي يعنقها كان محتاج لمواساة الزعمة ولكن هي كانت خايفة ليحس بالبواطة ديالجهاز التصنط اللي كانت لاسقه في اللخر ديالدهارها قلت لي انا عارفة انك انت اللي درتي هاتشي كامل ومع ذلك ركبا قي عزيز عليها وكل شي غيكون باخير ولكن في هاد اللحظة ولأول مرة امي بدتك تشوف وجهة تشارلي الحقيقي قلت لي اول مرة ما بقيتش كانت شوفت شارلي اللي كان عارفه وجهه صبح الله تبدل ولا مقجوج صوته تبدل ما كانش مع صديقها اللي كان بحلخوها هدا بناده بخور قدامها قلت ان في هادك اللحظة ما شافتش شخص شرير او لوحش ولكن شافت الفراغ جسد ما عندوش روح خاوي من الداخل الناس العاميقين رغد يفهموا اش كان قصد شخص خاوي كان يعني شخص بدون مشاعر وهد النوع دي الاشخاص رغمته يرحموش قبل ما ينوض قال امي عرفتي باغي مشي في حالي وراني ما غنستسلمش هو خارج من المطعم غيشدوه البوليس وغيقولو لي يالله معانا ركرها الاعتقال بتهمة القتل قص لوريان قال وصلوه الكميساري يبدو كي يستجوبوه ما عملوش خيب ما هاجموه ما غوتو عليه قلت واحد القلصة جرع عندو رجلي بحل وضعيات الجنين كيسولو كيجوبوهم غير ما نقدرش ما نقدرش كان بغي يبقى كابت كل شي الداخل داني كان حاس انه بغي يعترفه ان الاعتراف على طرف لسانه ولكن رؤساء دياله اللي كانو كي يشوفه من مرجج قالوا لي بارك عليه وهنا في نخسر المحقق فرصته بوليس كي يحرص على ان الاعتراف يكون قانوني بلما يضغطه بزافع المتهم المحقق اللي كان خدام مع تشارلي تاصل بامي وقال لي هاجينتي قنعي بشي يتعرف مشات وشافته مدخلينه وهو كلو السناس المن يدير لي بقى فيها بزاف فشافته فذيك الحالة لانه كان كيوقف معاها وتحفظ سره حيدوا لي القفولة وقلست معاه دوكي هضروا عادي بحال كيف كانوا كي هضروا في السبيطر بحال حتى حاجة مواقع ولكن في لحظة امي جمعت راسة وتفكرت ان هاد الانسان اللي قالس قدامه قتل بزاف الناس اللي كانوا ضعاف لا حوله لهم ولا قوة عاجزين حتى باش يدافع على ريوصهم الواجب دياله كانوا تحميهم وما قدراتش كان خاصة تدير شي حاجة خاصة تاخذ الاعتراف دياله وهنا فين بدأت تقول ليه الناحيات هاللي كتعرفها قربات سالي لانه متاهمين انها متورطة في الجرائم سبيطار قلت ليه خاصك تعتقني عافك غنسولك سؤال واحد كيفاش قتلتي القص؟ لوريان قال جابو قال ليه حقنتو بمادة دي جوكسن وبهكا اخيرا اخدو الاعتراف دياله اخيرا اعترف انه قتل واحد الانسان خرجوا المحقيقي من الغرفة ودولوا بلاسة الاستجواب وقالوا لي دابعة ودلينا كلشي الماضي واش عرفتو؟ هادشيش كاني؟ كاني انه قانت يحقن هادوك المواد في السيرومات والفرياملية يفرقوا الأكياس على المرضى امي مما طيقات أنه كان يقتل بدافع الرحمة وكان تتمنى لو طيقاته ولكن هوا كانت يقتل بشكل عشوائي كانت يقتل الناس اللي كان عندهم فرص يعيشو ويخرجوا من السبيطار وحالات أخرى يمكنوا تيوجدوا باش يخرجوا من السبيطار لأن حالتهم تحسنات يعني الدراما اللي دار ما كتتسيرش المنطق انتشر الخبر في ولاية نيوجيرسي وفي أمريكا كاملة على فراملي اللي كيقتل المرضى وهذا الخبر أره ما تتسمعوش ديما الفراملي صدموا منين سمعوا هذا شي ولكن في نفس الوقت ولو كيعانيوا منين كيبغويدوا وشي مريض كان هنا واحد فيه أبدا تكتقول لهم يكما غا تقتلونه كيفما كانت يدير تشارلي كيخلاوه غير حوته وحدك تخناس الشواري فرملي يا صاحبة أمي بكات حتى عيات مني سمعت هذلكومنتر حتى شيضربوا التام ماله باش كيصهروا على راحة الناس في الأخر تيجي واحد يلوح ليهم هذل أدرا تشارلي اعترف أخيرا في المحكمة أنه قتل 23 واحد بالأسماء ديالهم ما بغاش يديروا ليه محامي ناضوا عائلة ضحايا كي يدروا على أحبابهم من اللي ماتوا هو ما كانش كيشوف فيهم ما قاش ليهم حتى سمحوا لي تشارلي حتى اعترفوا تعاون في التحقيق ما غير حكموش عني بالموت ولكن هذل اعتراف جر فيه حتى صحب السبيطارات وقال أنهم في مرحلة معينة واللوم متأكدين أنه كيقتل ولكن ما داروا ولو كانوا خايفين على روسهم كتر من أرواح الناس وانا فين رئيس بيطار سومر سيتخرج للصحافة وقده كيدافع على راسه وتيقول أنهم هم السباب تتشدوا أن المديرة ماري المسيميمة هي اللي حرصات على التحقيق وهم اللي داروا هاتشي كامل باش فرشوا القتال داروا فيها أبطال ولكن قاع الناس عرفتهم مجرمين كيخافوا على مصالحهم المادية في الأخير اعترفت شارلي بقتل 29 شخص ومحاولة قتل استخرين حكموا عليه في مارس 2006 بالمؤبد ولكن الخبراء كيقولوا أنه قتل أكثر من ربعمية واحد الحاجة اللي كتخلي أكبر قتال داز في تاريخ أمريكا من ناحية العدد كان هذا هو الفيديو دياليوم شكرا حيتش وصلتوا حتى لنا كنبغيكم مزاف السلام عليكم